بكل الأخبار كي العادة لوقيت هذه نحاولونا نخلوكم في بالكامل이에요 بكل شي ساير في البلاد نحكيو معاكم زيدة عالمواضيع اللي صبحتوou تحكيو عليها انتوم في دياركم في الخدمة بتاعكم في الكرهب متاعكم زيدة ونحبوو nاخذ ورعائكم اتفعلو معنا على الرباش فيسبوك دي وين فهم وقيل على يوتوب زيدة باش تحبونا نبدايو بالأخبار السعيدة ولا الأخبار اللي مش سعيدة سعيدة؟ نبدويو بالأخبار السعيدة أخبار سعيدة أخبار سعيدة أخبار سعيدة من الرياضة الرياضة عنا فيها تقاليد كبيرة في تونس نحكي على سكريم المبارزة بالسيف وتحديدا في اختصاص السابق وفي إطار المنافسات نتعبو طول تفريق للمبارزة بالسيف اللي يسايرة في المغرب يحقق المنتخب الوطني التونسي نهر لحد تسعة أجوال ميدالية ذهبية في المبارزة بالسيف لاختصاص سلاح السابق للفرق نحب نقول لهم مبروك شباب يعملوا الكيف تبركل عليهم أبطال حقيقيين المنتخب التونسي المبارزة بالسيف المتكون من فرس الفرجاني أحمد الفرجاني أمان الله الحميسي محمد عزيز الشارني نربحوا في الدورة النهائية على المصريين اللي هما سيدة تصنيف في العالم في هاللعبة وصاحبين الميدالية الفضية فيها ولأصحاب الميدالية الفضية سامحوني في دورة كأس العالم الأخيرة في مدريد بنتيجة 45 43 لكن ما في بلهمش لعنا متخب في بلهمش ليه بساجي تقول لك من وقتيش احنا عنا متخب في المبارزة أنا نقول لكم اللي من أعرق للديسيبلين اللي موجودين في الرياضات في تونس هو والسخيل وعنا في أبطال كبيرة برشة 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 عنا ميدالية فضية وميدالية برونزية في الجوز الأولمبيك عنا أبطال في البوديوم في العالم عنا أبطال أفريقيا ديما 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 متفقل على الأخر على الجوز الأولمبيك والله إن شاء الله يصيره دجا في فرنسا معلي ساير في فرنسا إن شاء الله يصيره في فرنسا معلي ساير في فرنسا الكل غم تباته إن شاء الله ما دام إيمان تقولي بالحق ما في برنيش اللي عنا منتخب في المبارزة بالسيف ممكن فماش تأثير عما عنا في خبار سعيدة زي طبعا عنا عز عباس عنا ناسبو بكري عنا برشة أبطال وبطالات بركلة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عنا بطل متاع موليكما سين بوكسور ربح الميداي وروح في المطار ملقاه حتى أكوي ما عاش كتبه في فيس بوك جو نسي ما نجمو لقاه مش عارف شكون واحد من الوزارة وكل شي أعطاه الترانسبور مش يروح بيه شيخ اللواج شيخ اللواج حق الواجه روح بيه راو أبيران كان نشوف فيما ديسبور يأكلوا في ملايين ودى سبور اللي تونس قاعدة تحقق فيهم في نتائش ويطلعوا في العالم بارتو دان المانت ونحنا مانش قاعدين نتلاهو بهم سيلا ويفو انفستير سمعوني حتى نتكلم بالفرنسي لهنا لازم تستثمر البلاد في الرياضات هذوما الناس اللي مطلع عالم تونس بارتو كيمة تانيس انسجيبر كيمة الإسكريم كيمة البوكس راو البوكس هاما ماندونيه ولتوا في أمريكا البوكس أقوى من الفوت في أمريكا راه الرياضة هذي كتولي عندها إشعار كتعمل صناعة حول التنس كتعمل صناعة حول البوكس تعمل صناعة على الفورمولا وان معتا هذي الكل يعمل حاجات اكستخار دينار في الازاني سواصن ديس العالم أجمع فيقين وفهم خطر الوقت الدكالاج مش كيف كيف هنا في تونس لعبت فيقى الأربعة متع صباح بش يتفرجوا في محمد علي كلاي يلعب في ماتش بوكس في ترح بوكس يعني كيمة انتي قلت وقته هما يدوروا بش يخلقوا دي سوبرستار من السبور هذوما أكيد وترد السبور هذيه نميرو 1 في بلادك وتعملوا الشو لكل ميسلش يتو انفستي دل اغجان إذيكا بعد فما هنغطوخ سوك انفستيسمان فما عبيد بجي تحط فلوس مش لازم جربنا فينا نوع ما من السبور نرخوا عليه شوية مقلنش نحيوه نرخوا عليه شوية وانا انفستي في حاجات اخرى المهم نخبوه نحطوه النستخاتيجي جستمو على هذي على خطر فل تتفكروا الكل وقت اللي ينسلوني في يربح في بطولة عالم لعبة التسهر زي دا بيش تتفرج حتى ركي نحكيوا الهني عجدو وقت اللي ينسبوا بكري في ألعاب أولمبية ولا في بطولة عالم تلعب مطلثاً طعا سباح لعبة التسهر وتتفرج بش تشوفوا يتبقوا في أي بقعة هي موجودة البطال الناتاشون وسام المالولي أيوب الحفنوي وقت اللي يبدأوا عندهم حاجة لعبة تمشي للناتاشون بعد تلقى الغيبيركيشون في تونس امشي شوف وين فما معناش للأسف برشة بيسينات في البلاد هذية بشر ناس الكل في الولايات الكل تنجم تتمتع بسبور هيدا لكن وين فما بيسين مونيسيبال وفما فريق متاع سباحة ليز انسكريبشان والليو بالمئات على خاطر ولا عندهم بطال يحبو يشبهولو وهذي حاجة فرحة لاخرانة في رسم سلماني قال يحكيتو على البتانك وفما الناس ما في بلهيش اللي فما يكيب متاع سامحوني متاع اسكريم ربحو في المغرب ما زالو كي ربحو دو ميدي دور ساشان اللي عنا وهذا نعرفو بتبعه اللي عنا ابطال العالم في البتانك ان ديسيبال اللي برشة ناس يمكن ما يعرفوهيش ويقول لك متاع ناس اللي هوا متقدمين في العمر وهاكبش عامل جز جاو في الحوم وكل اللي راوسين ديسيبال موجودة في العالم فما موسابقات في العالم مجموع عنا فيها ابطال كبار فتحية الابطال نزيدا في البتانك في المغرب وان شاء الله اللي جاي خير لكل البتانك في كل الرياضات اسم اليوم محمد مسلم بطال تونس في شاء الله بصحيح رياضة المواي تاي المليونين مشاه لايطالي وقتاكين هبت فيديو على موايقتها وصل الاجتماعي بإنه ولي كنا حكينا على لاعب كان من من سفيق زيدا كيف برشة كل مرة واي اي 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 مشي وي يربح ويروح وشد الدار اي 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 نهارة الجمعة مشيت فما عنش كوني قربنت في الصغير عملو لهم حافلة متاع اختتام العام في الروضة هزو كريو ان اسباس انتع سبكتاكل سيسسان برسون وراس بطار الحروق في بنعروس اسباس يدوخ فيه اون بيسين اولمبيك جديدة مازالكي حالة ابنوها شنوها دوناسيون ان سي موه بدوها ابنوها بتاع فشوها مش سافي بلازير برك اكا الجون الي بشو دخلوه مركب ثقافي كبير وفيه الرياضة زاد راوكي نحكي لك بيسين اولمبيك سيمكن اكبر من البيسين تعزا بلي نور ممتع ردسة برافو على اللي جون الي موجودين على العبيد اللي قاعدة تقايد وتعرف قديش زينب وليه بيسين ترون دينار بار موى يعني كثروا منهم كما قلت انكثروا منهم في المناطق الداخلية خلي العبيد تخلي رعبوا سبورت ناس لكل نفس الفرصة هاي الكلمة المفتاح لكل شي رافعو يلا بتوفيق للناس للكوليكا وابتانا للكوليكا حتى رياضات اللي ما عدكمش عليها فكرة او ما عدكمش الاسماء متاع الابطل متاعنا او حتى ما تكونش عندكم فكرة انو عنا منتخب من اصل وران نحكيو عليها في اخبار سعيدة او مخاصصين بالحق ووجهة واسباس كاملة للناس هيدو ما باش يستحقوا خطرهم يستحقوا يعديك صحة زينب لكن هيدا ليامنا انو فهم الأخبار المش سعيدة اشتركوا في القناة